خلال زيارته للجزائر نفى الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون أن تكون هذه الزيارة بهدف التسول للحصول على الغاز من الجزائر كما صرح بأن فرنسا تعتمد قليلا على الغاز في مزيجها الطقوي بنسبة حوالي 20% فقط وفي إجمالها تمثل الجزائر حوالي 8 إلى 9% من هذه النسبة وبأنهم ليسوا في ديناميكية حيث يمكن للغاز الجزائري تغيير الوضع ومع ذلك فقد جرت بالفعل مناقشات بشأن الغاز الجزائري حيث يمكن زيادة شحنات الغاز إلى فرنسا الإعلانات ستكون عما قريب ما هو مؤكد سيكون هناك تقارب في العلاقات في إطار هذه التنقلات في الوقت الحالي سيكون هذا التزاما شفويا فقط ولم يتم التوقيع على أي اتفاق بعد زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية ولكن سيتم إجراء محادثات في الساعات القليلة القادمة بين البلدين مثل إيطاليا التي وقعت اتفاقية استيراد الغاز جديد مع الجزائر تبدل فرنسا كل ما في وسعها لتنويح مصادر إمداداتها بهدف التوقف التام عن التوريدات الروسية لا نريد أن يتم اختصارة زيارة الرئيس بالغاز فقط حسب مصدر مسؤول في مجال الطاقة لقناة الاقتصادية الأولى فإن الطلب الفرنسي لرفع إمدادات الغاز قد جاء في سياق مجهودات الجزائر في تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي وأضاف ذات المصدر أن الطرف الجزائري وضع على الطاولة مسألة ارتفاع الأسعار وكيفية الاستفادة منها كما طلبت الجزائر من الشركة الفرنسي ضرورة الاستثمار في ميدان الاستكشاف والإنتاج بما يسمح بتقاسم الأخطار وضمان الأمن الطاقوي للبلدين اشتركوا في القناة